بصراحة موضوع الحلقة لفت انتباهي وموضوع شيق وفي غاية الأهمية عندما تفتح أو عندما تنفتح السماء وانت راعي كنيسة حلوة جميلة مع شعب كبير ولك برامج وأكيد مش بس راح تتكلم من ناحية كتابية ولكن راح تتكلم من ناحية اختبارية عن شو الله بكلمك وبيتعامل معاك في حياتك الموضوع لفت انتباهي ليه سميت الحلقة أو سمناها عندما تفتح السماء الحقيقة في البداية خالص أول مرة الفكرة تاخد عني لما قردت لؤة ثلاثة بعد واحد وعشرين لما ربي يسوع بيقول صلى ولما صلى انفتحت السماء في المعمودية كانت اه بعد المعمودية فالتعبير ده لفت نظري انه الصلاة الحقيقية الخارجة من القلب بتفتح السماء وحصل نتائج لها كمان أبهرتني يقول انفتحت السماء وكان صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب وهنا كأنه إعلان الأرض مش عارفة بتشوف تميز مين ده السماء بتقول هذا هو ابن الحبيب ألازبيه سررت فكأنه انفتاح السماء بيديني إعلان جديد نور أنا مش عارفه صوت يوضح لي حاجة مش مفهومة في الأرض حق يعلن لي تعبير صوت السماء كان تعبير جميل فرق معها وبعدين يقول انسكب روح الكوروس أو نزر روح الكوروس عليه مثل حمامة فكرة الانتلاء بالروح وسكيه بروح الكوروس نتيجة انفتاح السماء فكتشاف قد ايه فيه بركة لانفتاح السماء وبتالي ابحث على الموضوع في الكتاب فطلع انه لي عمر قوي جدا ومن خلال حديثنا مع بعض استشفيت او انه ادركت انه فيه ايات في العهد القديم وفي العهد الجديد اللي بتتكلم عن انفتاح السماء من فضلك اسيس تاخدنا بالجولة بالرحلة في هذا الموضوع امين اول مرة التعبير ده بنشوفه في سفر التكوين اصح 28 لما يعقوب خرج من بيت ابوه والاول مرة ووحيد وغابت الشمس وجاب حجر ينام وهو نايم شايف الحلم ده بقى سلم منصوب بين السماء والارض وملائكة صاعدة ونزلة وعلى رأس السلم الرب شخصيا وكأنه في الحلم ده بيشوف السماء بتفتح ليعقوب وده اعلان قوي جدا يعقوب خارج خايف مجهول قدامه المجهول وخارج غلطان عنده شعور بالذنب لانه كذب على ابوه وخدعه عشان ياخد البركة وتعبان ومتلخبط ومش عارف حاجة وكأنه ايه اللي يحصل بكرة طب انا فين وخايف من اخه وعيسه طبعا لانه كان عايز يقتله وفجأة نسط المشهد ده بقى السماء تفتح والرب من في المشهد يكلم يعقوب يقوله انا اله ابراهيم وإله إسحاق انا الاله اللي اخترتك ودخلت في عهد مع ابراهيم وإسحاق وهكمل معك انا اللي هكون معك انت مش هتبقى لوحدك انا خايف وكان السماء بتطمن يعقوب انت ماشي في رحلة جديدة مش عارف هيحصل ايه بكرة ما عندكش نور قدام عينيك بس انا هكون معك ولن اتركك شفت تعبيرت حتى افعل ما كلمتك به ويكلمه عن المستقبل انا معد ليك بركات هو انا ما استحقش انا مش كويس انا متلخبط فاول مرة نشوف اله كل نعمة اللي بتعامل معانا بالنعمة على مستوى الاستحقاق لا نستحق لكن على مستوى النعمة بنشوف الرب بيحسن إلينا ازاي وقلوبنا بتدوب قدام حبه ورحمته ونعمته لانه كأنه يعقوب انا مرة مرة كده بقول لو انا ما كان ربنا امسك وداني يعقوب كده وقرسه اقوله ازاي تعمل كده غلط بس احنا كبشر بنعمل كده لكن شوف الرب عارف يعقوب متألم خايف منزعج خطوة صعبة بداية تقيلة يجي الرب يطمنه الرب ضد اخطأنا لانه كدوس وابار ويرفض كل شر بس بحبنا فبنعمته بيشجعنا ومشي مع يعقوب رحلة يعرفه وغلطه ويغيره يعني الرحلة دي بيغير فيها يعقوب مش هيقولي الغلط صح الرب كدوس نور ليس فيه ظلم البت لكن بنعمته يشجعني لحد ما يغيرني ويفتح حناية عالطريق الصحيح فانفتحت السماء لأول مرة ليعقوب عشان تقوله انت مش هتبقى لوحدك